وجواب الشرط هناك بيكون عبارة عن will the aid muster. will the aid muster اللي هو المستقبل. يبا هنقول if مضارع بسيط will the aid muster. if مضارع بسيط will the aid muster. زي ما بقول if they go north لو هم اتجهوا شمالا. they will reach the lake هيوصلوا للبحيرة. لو انا بقول لك if you study لو انت بتذاكر you will succeed سوف تنجح. يبا بالنسبة لقاعدة if عندي الحالة الاولى منها بس. هي طبعا لها تلات حالات. لكن كان مقرر من الحالة الاولى السنة اللي فاتت. بقول بمجرد وجود كلمة if في بداية الجملة او في وسط الجملتين. يجي لي بعدها جملة مضارع بسيط زي go او goes. هناك جواب الشرط على طول بيكون will the aid مصدر. لما بيدهاني في اسئلة اختياري بيقول لي if واختار هي go ولا وانت ولا goes. لا هقول له مسلا مع هناك جواب الشرط بيقول لي ولا زائد مصدر. اللي هو المستقبل بسيط. جزئية اللي بعد كده جزئية تو وانفة. تو وانفة. كلمة تو اللي هي او او. اللي باستخدمها في نهاية الجمل بمعنى ايضا. اقدر استخدمها. عشان يجي لي بعدها صفة. بمعنى جدا لدرجة الا. جدا لدرجة الا. يعني ايه يا سير? لما قولي هنا هوت. the tree was too heavy. the tree was too heavy. هنا تو اهيت. جالي بعدها ايه? جالي بعدها صفة. طيب. لما قولت to heavy هنا معناها ايه? اللي بمعنى سقيل جدا لدرجة الا. لدرجة الا ايه? لدرجة ان انا ما قدرش اشيلها مسلا. يبقى لو قلت زي exam was too difficult اللي امتحان كان صعبي جدا لدرجة ان انا ما قدرش احلو. زي was too hot او is too hot الشاي سخن جدا لدرجة ان انا ما قدرش اشربو. يبقى ازا باستخدم to بيجي لي بعدها صفة بمعنى جدا لدرجة ان لا. اللي هي الا. اوكي? بمعنى ان كلمة تو تحمل داخلها نافية. جواها نافية. تمام? يبقى دايما نسمعها تو صفة. تو صفة. اساس القاعدة تو صفة تو. تو صفة تو. يعني المفروض بيجي لي بعدها تو تانية اللي هي تي او بس. تمام? ولكن هنا هو اكتفى بانه يديني تو زي الصفة وخلاص. مش لازم اكمل بقية الجملة. يبقى تاني هقوله. زي اجزام مثلا. زي تي استو هوت. يعني جدا لدرجة اللا. بالنسبة لي كلمة ان افة قلنا بمعنى كافي او بدرجة كافية. ان افة بمعنى كافي او بدرجة كافية. اقدر استخدم اجكتف بلاس ان افة. هللاحظ العكس هنا. هنا كنت بقول تو زي صفة. لا هنا انا بقول صفة ثم انافة. بمعنى بدرجة كافية. ولما اقول هنا زمان is not strong enough. يعني الرجل ليس قوي بدرجة كافية. ليس قوي بدرجة كافية لانه بقى تيعمل اي حاجة. يبقى زمان is not strong enough. يبقى ازا الفرق ما بين تو enough لحد الوقت. ان تو جواها نافي. تو بيجي لبعدها الصفة. اما enough فبتصبخ بالصفة. يعني الصفة تيجي قبلها. طيب enough plus now in enough plus now in. بمعنى ان الاسم ده موجود منه كمية كفاية. فلو قلت زير is enough sugar يعني يوجد ما يكفي من السكر. زير is enough sugar يعني يوجد سكر كفاية. النقطة اللي بعد كده جزئية might. might هي فعل ناقص زي may وزي كان وزي could وزي must وزي should. بيجي لي بعدها الفعل في المصدر. might من الافعال الناقصة. بيجي لي بعدها الفعل في المصدر. بتفيد ايه might ديت? اللي بتفيد الاحتمالية. احتمال واحتمال ضعيف جدا كمان. احتمال واحتمال ضعيف جدا. فلو قلت ات مية رين ربما تمطر. احتمال الدنيا تشتي. وده احتمال ضعيف. يبقى هستخدم مية زائد مصدر بمعنى احتمال ضعيف جدا. ده بالنسبة لجزئية الحاجات الجديدة اللي كانت المفروض تبقى بندرسها السنة اللي فاتت ولكن طبعا ما كانش فيه نصيب عشان ناخدها. بعد كده مديني جزئية الكويس شان اللي هي كلمات الاستفهام. اه يعني ازاي بكون سؤال باستخدام كل ادات استفهام من دول. وظيفة هو وظيفة وط وين وير واي ويتش هاو هاو ميني هاو ماتش هاو اوفن. كلمات اللي هي باستخدمها في المحادثات. او خاصة ومدهان السنة دي هنا كده. علشان انا عندي سؤال جديد في نهاية ورقة الاسئلة اسمه ميكوستشانز. كون اسئلة. مكان سؤال كان بيجيب لي قبل كده. اخر سؤال ترتيب السنة اللي فاتت في الولد. لا. ما عادش فيه ترتيب في الولد. واصبح بيجيب لي جملتين ويقول لي كويلي عليهم مسئلة. فمسلا مسلا لو انا قلت اسأل لي اعمل لي سؤال هنا. اقول له هو ازات. من هذا? مين ده? ده واي. هو ازات? زات ماي فازر. يبقى بعرف انه هو باستخدمها للسؤال عن العاقل. هو تيتشز يو انجليش? مين بدارس لك انجليش? بقول سيريكرامي تيتشز اس او مي انجليش. يبقى ازا هو باشلها واجيب مكانها اسم عاقل او فاعل عاقل. بالنسبة لكلمة وات قلنا بمعنى ما او ماذا? بستخدمها طبعا للسؤال عن الاشياء. فلو قلت لك وات زيس وات زات? وات غاني دو? وات وات? ده كله طبعا بجاوب عليه بشيء غير عاقل. فلو قلت وات زيس مسلا او وات زات زات سابك. بالنسبة لوين? قلنا بمعنى متى? بتسأل عن الطايم الوقت. فاقول لك وين دي وجيت اب متى تستيقظ? عشان تقول له عيجيت اب اتوساعة? او تقول له عيجيت اب in the morning مثلا. بالنسبة الوير? قلنا بمعنى اين? بسأل بيها عن المكان. بقول لك عشان تقول له كزا او كزا او كزا او 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 ده كله طبعا اجابة على اللي هي معناها اين المكان. بالنسبة لواي قلنا لماذا? وبيجي لي اجابتها بيكوز او تو. بيكوز او تو. لما قول لك واي دو يو وان تو بي افت? ليه انت عايز تبقى فت? واي دو يو وان تو بي افت? لماذا تريد ان تكون طبيب بطري? هتقول لي بيكوز اي لايك هيلبنج سيك انامالز. يبقى ازا واي اجابتها بيكوز. مديني بيكوز في الاجابة. يبقى لازم اكون سؤال باستخدام واي. لماذا? لو قلت تو هيلب سيك انامالز مثلا. هنا برضو تو هنا معنى لكي. ولكي هنا اجابة على واي. يبقى سواء كنت بقول بيكوز او تو اللي اتنين اجابة على كلمة الاستفهام واي بمعنى لماذا? عندي قلنا بمعنى اي او ايهما للاختيار. اي او ايهما للاختيار. زي ما كنا بنقول قبل كده. which shirt do you want? اي او مثل من دولة انت بتريده وعاوزه. فبتقول لي the biggest one. انا عايزك كبير. اكبر واحد. قل لك which is faster? the plane or the train? تقول انت ايه اللي the plane is faster? يبقى باستخدم which بمعنى اي او ايهما للاختيار. بالنسبة لhow? قلنا بمعنى كيف? بنستخدمها للسؤال عن الحال. زي how are you? وبتستخدم ايضا للسؤال عن الطريقة او الوسيلة. زي ما اقول لك how do you go to school? كيف تذهب الى المدرسة? عشان تقول لي on foot? او by car? او by bus? او by taxi? يبقى ازا هاو? للسؤال عن الحال والوسيلة. طيب عندي هاو دخلنا عليها ميني? اصبح معناها كم عدد? كم عدد? وان هاو ميني? لازم يلزقلي فيها اسم جامعة. زي ما اقول هاو ميني بنز? هاو ميني بويز? هاو ميني جرلز? او ميني تيتشارز? هاو ميني بنز ار دير? عشان اقول له فور بنز او وان بن او تين بنز على حسب الاجابة. المهم انه لما اقول هاو ميني لازق فيها اسم جامعة. بالنسبة لهاو ماتش. لها معناين عندنا او طريقتين في الاستخدام. هاو ماتش بمعنى كم الكمية زي هاو ماتش وتر? هاو ماتش ملكة؟ هاو ماتش بريد? هو ماتش ماني? تمام? ما كمية كذا? هاو ماتش ووتر ديو نيد? كمية الماء اللي انت محتاجة فاتقول له اي نيد اللوتفوتر. او اي نيد الليتل وتلي ووتر او اي نيد ماتش ووتر. تمام? انما فيه هاو ماتش تانية اللي اخدناها السنة اللي فاتت في سنة رابعة لما كنا بنسأل بها عن السعر والتمن. هاو ماتش از اس كاب يعني بكام تكلفته كام? تمنه كام? عشان اقول اتس تين باونز. يبا هاو ماتش لها معنين? كم التمن او كم الكمية? هاو مين قلنا كم عدد? يجيلي بعدها اسم جامعة على طول. هاو بس قلنا باستخدمها للسؤال عن الحال والوسيلة. بعد كده ويتش قلنا بمعنى اي او ايهم للاختيار? وي لماذا? بنجاوب عليها يا اما بكوز يا اما تو زيد مصدر. وير قلنا اين? للسؤال عن المكان. وين متى? للسؤال عن الزمن. وط ما او ماذا للسؤال عن الاشياء? هو بمعنى من? للسؤال عن الفاعل العاقل. ده بالنسبة. ها? هاو افن? جميلة يا محمود. هاو افن معناها كم مرة? او كم عدد المرات? هاو افن او هاو افتن النطقين صح بمعنى كم مرة او كم عدد المرات? زي ما اقولك مثلا. هاو افن ديو جوتو سكول? كم مرة بتروح فيها المدرسة? عشان تقولي اي اولويز جوتو سكول? او اي نيفر جوتو سكول? او اي اويك مرتين في الاسبوع? سري طايمز اويك? تلات مرات في الاسبوع وهكذا. يبقى كلمات وانس وطوائس وسري طايمز هي اجابة على هاو افن بمعنى كم عدد المرات. اروح بعد كده جزئة اللي كانت عندي. الحصة اللي فاتت. اهوت. تطبيعا على كل اللي احنا اخدناه. ومجرد تدريب بيدربني بس على جزئية محادسة جزئية اختياري جزئية تكوين اسئلة جزئية بحيز ان احنا نبدأ نسخن وندخل للمنهج بتاعنا. تمام? يبقى كل اللي احنا شغالين في ده ده مراجعة لللي فات. لما اسأل حد واقول له what's your favorite hobby? what is your favorite hobby? هقول له my favorite hobby is وهقول له حاجة معينة. ما اقدرش اقول له علىها دلوقتي ان لما كمل اراءة المحادسة. ده بيقول لي هنا خلاص يبقى انا قلت له my favorite hobby is playing computer games. my favorite hobby is playing computer games. ده بالنسبة للنقطة الاولى. طب بيقول لي هاو نقط وتحت بيقول له I play computer games everyday كل يوم. يبقى اسمع يا محمود هنا how often do you play computer games? how often do you play computer games? كم مرة بتلعب فيها هلعب الكمبيوتر? بقول لك everyday كل يوم. يبقى how often do you play computer games? حليني الحاجات دي ولا لسه? حليني يا سير. تمام. يبقى number one تاني هقول له my favorite hobby is playing computer games. يا سير انا كتبتها playing computer games على طول. ما فيش مشكلة. طب السؤال التاني. هاو نقط اسمع how often do you play computer games? how often do you play computer games? كم مرة بتلعب فيها العاب الكمبيوتر دي? بعد كده سألت سؤال. قال له I play with my friend. play with my friend. السؤال ده هلا يمتكرر كتير في محادثات عندنا. مش شرط play. يمكن يقول له I go with. I travel with. I eat with. يبقى هنا هاوات هقول له who do you play with? who do you play with? انت بتلعب مع مين? who do you play with? اخر نقطة. are the games exciting? معناها are they exciting? اقول له yes they are. yes they are. ده بالنسبة للمحادثة. في مشكلة في الوحادثة دي? حد نقصوا حاجة فيها? لأ سير. تمام يا جودي? تمام يا سير. سارة? تمام يا سير. تمام يا سير. تعالوا نشوف جزئية الاختياري ودي معتمدة على الكلمات اللي كنت عندي. ايه من دولات? بلاجر معناها للمتعة للترفيه. مين في دولات بيزور الاماكن للترفيه والمتعة? هقول لي يا سارة. لا تورست. تورست. سائح. اه تورست. اه تورست. نمبر تو يا محمود. ده اللي هاف يو. الله. ده هاف يو اسير. ايوة. يبقى دن. دن على طور برافو عليك. يبقى هاي تطبيع على الجزء اللي احنا اخدنا الحصة اللي فاتت. هاف او هاز بعدها تصريف تالت. هاف او هاز بعدها تصريف تالت. والتصريف التالت من دو اسمه دن. هاف يو دن. بمجرد ما بشوف هاف او هاز في الجملة. يبقى انا محتاج للبي بي او اللي احنا بنسميه تصريف تالت للفعل. يبقى ضن. نمبر سريع جودي. بيقول لي we are. having. having نفس الجملة واخدينها في الطايم. we are having breakfast. او we are having beans and eggs. يبقى هنا اقول له we are having ناو. عندي ناوة هيط مضارع مستمر. يبقى ام واز وار زائد الاي ان جي. يبقى we are having. we are having. قاعدة اف اللي احنا لسه واخدينها. احنا قلنا. قال لي اف مضارع ويلو المصدر. اف مضارع ويلو المصدر. خلاص. اتحلت ولا لسه يا محمود? انا حلتها سير. اتحلت ايه? welcome. بس كده اوه. ويلو المصدر. اهي. welcome. if you go north you will come to the beach. number five يا ابراهيم. بيقول لي she isn't strong. she isn't strong. نقطة كاري زا بوكس. اناف. اناف. تمام. ممكن اقول اناف. بس اناف هنا هوت. ما ينفعش اقول له she isn't strong enough carry. حلو? حلو? ايوة. لو هي انا بقول she isn't strong enough وحطيت نقطة. حلوة اوي اناف زي الفل هنا. انما ده بيقول لي carry the box. يبقى المفروض اقول له she isn't strong to carry the box. ليه? لان عندي كاري هنا مصدر يجي لقبلها to. يبقى كان المفروض ان هي اسمها enough to على بعضها. enough to على بعضها. عشان يبقى الجملة صح. فهي في غلطة هنا اسزا في الجملة. يبقى لو هي enough to اوكي. مفيش enough to. يبقى انا اكتفي ب two بس. يبقى ايجابتي هنا to carry the box. she isn't strong to carry the box. مهيش قوية لان هي تشيل السندو. طب عايز اقول enough. يبقى she isn't strong enough to. enough to. enough to. carry the box. تمام? تمام. نمبر six. بيقول لي هنا. there are dark clouds. زرار dark clouds. يوجد صحب طبعا اه ات نوقة train. it my train. it my train. احتمال تمطر. ربما تمطر. ده مية اللي زهرت عندنا ومش هتظهر بعد كده. زي نوقة attest tomorrow. الوجود كلمة tomorrow يا حلوين هستخدم ايه? ها? 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 will have? will have. هي طمرو معناها ايه? طمرو بكرة. غدا. يعني مستقبل. المستقبل يا محمود بيتكون من ايه? will. زائد مصدر. يبقى اول ما اشوف tomorrow. او next. او in the future. بقول له will زائد مصدر. يبقى they will have. they will have a test tomorrow. او? ايوة. بكرة سيدة اتعادلوا الحتة دي تنا عشان ات عنده وحش. الحتة انهيه. انهيه. دي number seven. يا ابراهيم. يا ابراهيم. نقول تان. ابراهيم واقع بارد. الوجود كلمة tomorrow اللي هي بمعنى غدا. او next tomorrow. او next tomorrow. او next tomorrow. او next. او اي كلمة كلمة ده على المستقبل زي soon. زي in the future. بستخدم will زائد مصدر. will زائد مصدر. بيديني زمن اسم زمان المستقبل القريب. اللي هو عبارة عن will او want زائد المصدر. number eight. بقول listen. ولما اشوف listen في بداية الجملة. او look في بداية الجملة. يجي لي بعدها المضارع المستمر. يعني اما اوز او ار بلاس الاي انجي. ام از ار بلاس الاي انجي. اما اقول هنا listen. the bird. اقول ايه بات يا سارة. is singing? is singing على طول. the bird مفرد ياخد is. والاي انجي اهيت. ليه انا قلت is singing? لان يا سير انا عندي كلمة listen. استمع. مضارع مستمر. now. مضارع مستمر. يجي لي بعدها ام و از و ار و اي انجي. يبقى is singing. هروح بعد كده لل rewrite. اسح يا جود. بيقول لي is too weak. ويك اللي قدامي بمعنى ضعيف. اللي يا دابلو اي ايه? is too weak. معناها ايه الجملة? الجملة معناها ان السيدة ضعيفة جدا لدرجة قلة. ضعيفة جدا لدرجة قلة. هلا. طيب ده عايز نستخدم كلمة enough. هقوم اقول له. is weak enough? يعني اه ضعيفة بدرجة كافية. ما ينفعش اقول ضعيفة بدرجة كافية. وما دي ينفع اقول ايه? اقول is strong enough. برافو عليك يا محمود. يبقى زوما is not strong. جبت strong منين? ما هي? انت مديني ضعيفة عكسها strong. يبقى the woman isn't strong enough. بس كده. the woman is not strong enough. ليست قوية بدرجة كافية. يعني ضعيفة. ايوة ما هو ده المعنى اللي قدامة اهو. انا بقول الست دي ضعيفة. يبقى ليست قوية بدرجة كافية. معناها ضعيفة. يبقى لايك بسكتبول. بس كده. اتفقنا قبل كده. من سنة اللي فات. وقود لايكس. وجود فعل اخره اس بنفيه بدازنت والمصدر. يبقى هي دازنت لايك بسكتبول. هي دازنت لايك بسكتبول. number three. بيقول له I read stories every day. عليها. read هنا مضارع ولا ماضي يا سير. من وجود كلمة everyday عرفت انه مضارع. بقول انا اقرأ القصص كل يوم. عايز اسأل بهاو اوفن. هي هاو اوفن معناها ايه? انه كم مرة? كم عدد المرات? هقول له هاو اوفن في بداية الجملة. وبعدين? اعمل لي سؤال مقص يلا. read هاو مصدر. يبقى هاو اوفن دو. الاي اصلها. يو. المصدر. read stories. يبقى هاو اوفن دو يريد stories. كم مرة بتعرفها قصص. الاجابة هي كلمة everyday. هاو اوفن دو يريد stories. هاو اوفن دو يريد stories. number four. ابراهيم بيقول لي no river is longer than the is. كلام ده كنا بنلعب به السنة اللي فاتت لعب في جزئية الصفات يا حلوين لو نفتكر. لما قول no river is longer than the is. يعني لا يوجد نهر اطول من نهر النيل. معنى كده ان نهر النيل. هو. اطول نهر. اطول نهر. هو الاطول. يبقى لما اجا اعيد كتابة الجملة بابادعا بكلمة زنايل. يبقى هقول له زنايل. is the the longest. the longest. the longest. وحط نقطة. تاني. يبقى زنايل is the longest. نقطة. او زنايل is the longest river. ما فيش مشكلة. مش هقول longer than تاني. انا مالي بlonger than. انا معنى الجملة بتقول لي. لا يوجد نهر اطول من نهر العالم. نهر النيل. يبقى ازا نهر النيل هو اطول انهر العالم. هو الاطول. هو الاطول. يبقى زنايل is the longest. the longest. لما اجا اقول. I went to school yesterday. عشان يا ابراهيم yesterday. استخدمت وينت? ماضي. طيب داداني tomorrow. هي tomorrow دية. capital ولا small? small. تتحط مكان يستردي في نهاية الجمل. ماشي. اي. اي. فين يستردي وحطنا tomorrow يا ابراهيم اللي انت كنت تسأل فيها فوق ده اي. زي ده اي. زي اللي كنت تسأل فيها فوق دلوقت. ها. يبقى قلنا tomorrow. يبقى قوله اي بقى اي. ها. I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. لا. ليه بقت will go? بقت will go لان انت بتقول لي tomorrow. tomorrow ده مستقبل. يعني يجي معها will والمصدر. يبقى هقول له I will. والمصدر من وينت اسمه go. يبقى I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. ده بالنسبة لريريت. بعد كده عندي باراغراف مفيش اجمل من كده. باراغراف عادي وسهل جدا من ضمن آآ خمس باراغراف فقط ممكن تجي لي في الامتحانات على طول سواء في ربعة او خمسة او ستة. هنا بيقول لي اتكلم عن 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 زيارة للبارك. عن بيكنيك رحلة او زيارة للبارك. طيب. وبيديني كلمة last. الله عليه. جميل. يعني انا هكتب عن رحلة عملتها للباركة. الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات او كده. آه. يعني هستخدم ماضي. ايوة غصب عني لازم هستخدم ماضي. ليه? لان ايهلك في الكلمات last اهوت. تمام? يعني اقدر اقول له last week. I went to the park. I went with my family. We went by car. It was cool. الجو كان لازيز. تمام? I played there. أنا لعبت هناك. We played volleyball. لعبنا volleyball. We had lunch there. اضغدنا كمان هناك. تمام? اقدر اقول له بعدها. We enjoyed a lot. استمتعنا كتير. We had a nice time. قضينا وقت جميل. We went to home. روحنا البيت. مثلا. at eight in the evening. ولا at seven in the evening. ساعة سبعة مساء. ده كلها اوكي. جمل صحيحة. لو حد عند وجهة نظر تانية في كتابة الجمل مفيش مشكلة. بس المهم ان انا هراعي ان كل الجمل بتاعتها تكون في الباست في الماضي البسيط. ونروح بعد كده للسؤال الجديد عندنا. ده السؤال الجديد عندنا. اللي هو بيقول ايه بقى? رايت كويسشنز. معادشي ريقى الرينج? لا. معادشي ريقى الرينج. معادشي ترتيب. ترتيب موجود دلوقتي في الطايم بس. معادش في ترتيب. وما ليه اللي جال لي ما كان الترتيب? جالي سؤال دهو. رايت كويسشنز. كون سؤال. طب بيجيب لي كده خمس جمل في السؤال? لا. هو بيجيب لي جملتين بس او تلاتة. كانوا تلاتة واصبح اتنين كمان. يعني بيجيب لي جملتين بس اعمل عليهم اسئلة. يبقى اخر سؤال. في ورقة امتحان الولد. هو عبارة عن كون سؤال. اعمل لي سؤال على جملتين. طيب بديني مثال كده اهو. نمبر وان بقول شيهاز ميد اكاك. لا. كان موجود عندنا في الشرح فوق ايو. شيهاز ميد اكاك. هي عملت طرطة. عايز اسأل بوات. هقول له وهي يعني. ما انا عارف الطريقة يا محمود. يا ابراهيم. هقول له وات. هكتب وات في اول الجمل. وبعدين يا جودي. اعمل المقص يا عام. اهو. عملت المقص. بس خلص. لا. بس كده يا سارة. اه. يبقى اقول له وات. هاز. شيها. ميد. ميد. وات هاز شي ميد. هي عملت ايه? الاجابة كلمة كيكة. وات هاز شي ميد. وات هاز شي ميد. وانا هبقى وهاز تصرف تالت اهو. وات هاز شي ميد. شيهاز ميد. نقطة تانية. يا ابراهيم. يس. هي از في لاينج ابلين. يس. هي از في لاينج ابلين. اسأل بي از. از هي في لاينج ابلين. بس كده وكوستشن مارك. يبقى انا يس. هقول لها باي باي. اداري من قدامي. خالص. هي از يا سارة تبقى. از هي. هي از يا سارة تبقى. از هي. وفلاينج ابلين. وكوستشن مارك. يبقى از هي في لاينج ابلين. هل هو بيطير الطيارة. يس. هي از في لاينج ابلين. نمبر سري. بيقول لي. زير is only a لتل جوز. زير is only. التل جوز. يجد القليل من العصير. يبقى انا سألتك وقلتلك ما كمية العصير اللي موجودة. ما كمية العصير. يبقى هاوماتش اي ايا محمود. برافو عليك وان هاوماتش لازق فيها الاسم الكمية اللي بسأل عنه انا بسأل عن جوس بسأل عن ووتر بسأل عن ملك يبقى قوله هاوماتش جوس وبعدين زر اس تبقى از زير از زير از زير يبقى هاوماتش جوس از زير نمبر فور احمد بنتد زيز بكتشا محمود بنتد زيز بكتشا مي فادر بنتد زيز بكتشا ومال عايز اقول هو ويه يعني مش احنا اتفقنا قبل كده لما يقول اللي اسأل بهو بشيل الاسم اللي في اول الجملة وقالزق ما كانها كلمة هو بس ايوة بس ايوة بس يعني مش هنعمل مؤس ولا نقول ديد ولا مش ديد لا ديد ولا داز يبقى انا هشيل احمد واكتب هو وحط على انت الاستفاق يبقى هو بنتد زيز بكتشا من اللي لون الصورة ديات الاجابة احمد جهورت محمد صلاح بلايد يبقى هو بلايد سير اجرامي تيتشز يبقى هو تيتشز يبقى ايزا لما يطلب مني اكون سؤال بهو بشيل الفعل اللي في اول الجملة واكتب مكانه هو بدون اي تغيير لدول ولا داز ولا ايز ولا اي حاجة بقيت الجملة زي ما هي يبقى هو بنتد زيز بكتشار والكويسشن مارك اخر جملة بيقول لي فيها ييس شي كود ريتش زهاي شيلف ولا هي نفسها لو كنت بقول لي ييس شي كان هي لو قلت ييس شي ول هي لو قلت ييس شي ميت ولا بيقول لي ييس شي كود هي ايه حكاية كود ديات الاول كود هي الماضي من كا كود هي الماضي من كا بمعنى كان يستطيع او استطاع يعني فعل مساعد افعل مساعد اقدر اسأل بيها لما كنت بقول لك يا محمود كان يو تقول لي يس اي كان او نو اي كانت الا تب ما هي كود اختكا انا ما هي كود اختكا الا يعني لما اقول لي يش شي كود اصلها كود شي ايوة بس كده كود شي يبقى كود شي ريتش زهاي شيلف ولا كويسشن مارك يعني هبدأ بيكودة هاوة تعاوه مديني كود كابيتل يبقى كود شي ريتش زهاي شيلف والكويسشن مارك هل هي استطعت ان هي توصل او تطول الرف العالي يبقى كود شي ريتش كود شي ريتش زهاي شيلف تمام يا شباب ايه يا ابراهيم ايه يا ابراهيم ايه في السيطال الابل فى الرايت احنا ليه لما عملناها لما عملناش وقت هاز شي ضل مش انتو قلتلنا لهازي من التصريفات الثالثة عسل عسل ايوة ابراهيم هاز وهاب يجيل بعدها تصريف ثالث ما انا عندي ميدا هي تيامر تصريف ثالث هي ميد دي مش تصريف ثالث طيب. يا ابراهيم ميد زي بلايد زي ضن زي سين زي بين فعل في تصريب ثالث. فانا لما اقول شي هاز ميدا كيك هي عملت تورطايا يبقى قادر اقول له وط هاز شي مائت. طيب يا سينا انا عملتها وط هاز شي ضن. صح برضو يا ابراهيم. لان دو تيجي مكان اي فعل في الدنيا. اللي هي ضن يعني دلوقتي. اللي هي ضن دلوقتي. زي ما كنا بنقولها بالكده يا ابراهيم في الماضي ايه? what did you do? تمام? what do you do? what are you doing? طيب وفي المضارع التان تبقى اسمها واتهاز شي ضن صح واتهاز شي ميد صح. الاجابتين صح يا ابراهيم. تمام. تعالوا حلوين نجهز بكلمات الدرس ده للحصة اللي جاية ان شاء الله. هنجهز بكلمات الجديد للحصة اللي جاية. جماعة اللي مع نا طايم بس يعني يستحملونا حصة حصتين كده على ما نمشي شوية في المنهج الحلو ده. وطبعا ممكن استفيد برضو لو نقدر نشتغل هنا او نسلي نفسنا في حل امتحانات ولا حاجة في الجزء اللي هناك. تمام? يا يوسف. كلام ليوسف طبعا. لما قولي هنا في يونيت وان. اجرني تو ادفينتر. اجرني تو ادفينتر. اللي هي رحلة مغامرة او رحلة الى المغامرة. رحلة مغامرة او رحلة الى المغامرة. مجموعة الكلمات اللي ما اطلوها مني في الدرس الاول عشان افهم. عشان افهم القطعة الجميلة ده. عشان نفهم القطعة الجميلة ده. اوكي? لازم اكون حافظ مجموعة الكلمات اللي في بداية الدرس. ايه الكلمات المطلوبة مني? قديني كلمة ميد لها خادمة. قط المكتب يعني او حجرة الدراسة. كرسي بزراعين. اللي هو الكعب كعب رجليك اسمه انكل. باندج باندج معناها دماضة. دماضة روباط يعني روباط. انفنشن اختراع. طايم ماشين. قالت الوقت او قالت الزمن. معناها مستكشف. جورني رحلة. بمعنى مغامرة. الباسورد. الباسورد يعني كلمة المرور. شابتر. شابتر او حكايات. هوب. سون. طايم ترافل فون. اللي هو هاتف الصفر عبر الزمن. اوشان. 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 محيط. لاند. نويزلي. زانيوست. براودلي. كلمة براود فخور. وبراودلي بفخر. كايند. لوك ووريد. شكله الان. اميزد. مندهش او متحير. سايتد. اكسايتد. اكسايتد. اكسايتنج. ديستانت. ووريد. بور. كليفر. مديني هنا حلوين الورد والاوبزت. وده بيبقى مهم جدا بالنسبان. سبشل. ووردنري. ترو. وانترو. او فالس. يوجل. وانيوجل. نيو. ووالد. زبست. زورست. الآن. او ثاني.نترو. وان المحيون تؤدي. اسساموا لديك نوري.